في الأقصر تم افتتاح معرض ديارنا في ساحة أبو الحجاج الأقصري وبيشارك فيه عدد كبير من العارضين من مختلف محافظات الجمهورية المعرض كمان بيشتمل على منتجات يدوية وطراثية وسلع مميزة جدا بالهاند ميد خلينا نتعرف على تفاصيل المعرض ده معنا على الهاتف الأستاذ محمد حسين وكيل وزارة التضامن في محافظة الأقصر سبعا خير يا سبعا خير يا سبعا خير يا سبعا خير خلينا نعرف يعني أهم ما يشتمل عليه معرض ديارنا عندنا منتجات مشغولات يدوية بيتميز يعني عن غيره من الأسواق الأخرى يعني قدمتوا إيه جديد يا فاند هو معرض ديارنا طبعا أول حاجة بنصبح على حطراتكم وبنصبح على مصر كلها كل عام حطراتكم بخير كل حاجة معرض ديارنا احنا في كل سنة بنعمله في ميدان سيد أبو الحجاج في منتصف عجازة منتصف العام أجازة منتصف العام تبقى مناسجة كثيرة وحلوة على أساس تشريف الزائرين والسائحين سواء من مصر سياحة داخلية أو سياحة خارجية لجمهورية مصر العربية ومحافظة الأقصر تحديدا المعرض مقام على مساحة حوالي 1200 متر بيضم 75 باكية مختلفة الأشكال والأنواع من كل المنتجات الحرفية والتراثية في مصر كلها من سينا المرسى مطروح لأسوان للأقصر اللأقصر بتتميز بصناعات زي الألبسطر والخوص منتجات الخوص منتجات الألبسطر والخيامية والخارج والصورات بأنواعها بالإضافة إلى منتجات المحافظات الأخرى زي مثلا سوهاج سأخمين في سوهاج السجاد والكليم وخلافه يعني حتى من سينا ومن كل حتة في مصر في منتجات بتعرض السلالة في المعرض طيب اخترتوا ليه فندم ساحة أبو الحجاج الأقصري عشان تكون أو تقيمه عليه مكان المعرض حضرتك ساحة أبو الحجاج بتتوسط محافظة الأقصر فطبعا مكان مميز وفي دهرها معبد الأقصر فمكان مميز السنتر في محافظة الأقصر والباحث سيدة أبو الحجاج مكان واسع ومتسع يعني في كل الزائرين كل أي حد يروح الأقصر لازم يزور ساحة سيدة أبو الحجاجة والمكان ده يقع في قلب محافظة الأقصر فهو ده السبب للاختيار يعني مكان مميز صحيح طب يعني زي ما بيقولك يا أستاذ محمد وبالمثال يتضح الشرح يعني السياح بيقبلوا على إيه في هذه الحاجات إحنا عارفين أن ده معرض منتجات يدوية يعني أكيد في مشغولات تماثيل فرعونية بتاع الأقصريين عملوا إيه أبهرونه إزاي الأقصريين أول حاجة بالترحيبهم بالسائحين وفرحتهم بيهم وتعودهم عليهم أن احنا طبعا يعني بسعب الأقصر شعب بضياف جدا اعتاد على سائحين تشريفهم محافظة الأقصر طبعا أكل عيشهم ورزقهم على السياحة المنتجات بقى أنا سؤالي عن المنتجات تحديثة طبعا المنتجات في الأقصر الأقصر تتميز بصناعات الألباستر الألباستر والخوس والخيمية بالإضافة للصناعات النوبية نفس الفكرة برضو مختلف الحرف النوبية القديمة يعني السجاد والكليم برضو احنا من نتمايز به في محافظة الأقصر وعدنا في سوهاج جنبنا يعني منتجات أخميم في سوهاج الصناعات الفخار مثلا الفخار برضو حتى يعني فيه ناس بتصنع بتعمل أشكال ديه داخل المعرض داخل المعرض بيتم تصنيحها فحاجة بتبقى ملفتة للإستائر والإستائح والكل زائلين المعرض بالإضافة للمشاركة القوية من محافظة الأقصر عندنا منصة قادي مصر بتشارك معنا ووحدة تكافؤ الفرص في محافظة الأقصر واحدة سكال محافظة الأقصر المدارس الفنية بتشارك بمنتجات خاصة بالمدارس الفنية في محافظة الأقصر عندنا البيت النوبي في محافظة الأقصر بيعمل منتجات جميلة جدا مختلفة برضو من الفخار وخلافه ومركز التكوين البهني بمحافظة الأقصر بتشارك بمنتجات فكل المحافظة بتستنفر في فترة المعرض اللي هو من 27 لـ 82 يقام بمحافظة يعني بيبقى في كل الجهات اللي لديها منتجات قيمة ولديها منتجات حرفية وطلاصية بتشارب في المعرض ومنتجات مختلفة طيب هل فيه شروط معينة بتحطوها على العارضين يا فندم يعني هل فيه النهاردة حاجات بتحطوها كده معايير معينة للعارضين أو المعروضات كمان اللي بتبقى داخل المعرض هي المعروضات بالأساس لا تكون بتمثل مصر معروضات حرفية يعني منتجات حرفية مميزة من منتجات الأسر المنتجة ومنتجات معظمها لها علاقة بالتضامن الاجتماعي الحاجات التراثية اللي بتمثل الشعب المنصري وبتدين تاريخ مصر ومنتجات نحن في الأقصر اللي بتبين تاريخ محارفة الأقصر اللي هو الوجه الأسري لمصر زي الألبسطر وخلافه يعني طبعا احنا شرفتنا مع الوزيرة الدكتورة نفي القباج أو الأمس لافتتاح المعرض السبت وكان حدث كبير وحل بصراعي يعني تشرف مع الوزيرة لافتتاح وبياب المصادة وإلى جانب احنا بنعمل دعاية قوية للمعرض برضو داخل المحافظة وآلاميا وكذا لشرف بزيادة عدد الزائرين للمعرض طب طمين الجنسيات اللي جاية في الأقصر السنة دي عاملة إيه وإيه أبرز من الوفود السياحية والجنسيات اللي داخلت المعرض كل الجنسيات احنا عندنا في الأقصر بتشرفنا جميع جنسيات العالمي يعني البريطانيين والفرنسويين وربعا اللي زي ما قلت حضرتك في الأول المعرض مكان مميز وملفت لنظر السائح سواء المصري أو العجنبي والمعروضات بتجذب السائحين صراحة في إقبال مميز جدا وسلاي تحديدا في إقبال كبير جدا على المعرض من الزائرين من السائحين من مختلفة جنسيات العالم من جميع الجنسيات فاندهم والعرضين كمان فيه من برا الأقصر صح؟ هؤلاء العرضين من جميع محافظات مصر 75 باكية بتضم حوالي 150 عرض من مختلف أرحاق مصر وطبعا إحنا كالأقصر يعني والأقصر هي حوالي 10 باكيات للعرض الباقي كله من محافظات مصر بمختلف المحافظات زي قلت حضرتك من مرسى مطروح من سينة من قاهرة من أسوان من سهاج كل المحافظات مشاركة معنا في المعرض بنشكر حضرتك الأستاذ محمد حسين وكيل وزارة التضامن بمحافظة الأقصر